موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها متى ينصح بالجوء العققير تخفيض الوزن وهل هي آمنة بشكل كافي أم لها أثار جانبية تدور الصحة كثيرون يدفعهم هوس الرشاقة إلى اللجوء لعققير تخفيض الوزن من أجل الحصول على نتائج سريعة ومضمنة لكن هناك كذلك من يتناولون تلك العققير بسبب اضطرارهم إلى تخفيض أوزانهم لأسباب طبية أو أخرى طارئة وفي حلقة اليوم من ساعة صباح سنتحدث عن أدوية تخفيض الوزن نتعرف على ما يميزها عن الحميات الغذائية كما سنطرق كذلك لآثارها الجانبية وأضرارها على الصحة وسنتعرف كذلك على الحالات التي تنصح بشكل خاص باللجوء إليها والأخرى التي توصى بالامتناع عن تناولها بالنسبة للإقبال على العققير والأدوية التي تنزل الوزن معظمها طبعا منها أعشاب ومنها أدوية كيميائية حجم الإقبال عليها بالنسبة 30 إلى 40 وأكثر الفئات تقريبا هي فئات إنثوية أكثر من الدكور طبعا هي أدوية بعضها يصرف عن طريق الدكتور ويجب أن يكون عن طريق الدكتور لأنها أدوية تعتبر شوية خطرة فما يجب أن يستعملها المريض أو الشخص من نفسه أو من تبصاية من شخص آخر فبعضها يعتبر أعشاب ومع ذلك لأن الأعشاب هم تكون مرات فيها هم خطرة فلاجم هم يجب عن طريق الدكتور أو صيدلي فاهم في الموضوع هذا طبعا هو الأفضل أول شيء يتواصل مع الدكتور لتخفيف الوزن أو مع الصيدلي اللي فاهم في الموضوع هذا لأن هذه الأدوية ليست سهلة أن يأخذها الشخص من تلقاء نفسه أو من توصية من شخص آخر فالأفضل أن يتوجه إلى الدكتور أو صيدلي فاهم في الموضوع هذا في بعض الأدوية التي هي العقاقير تأتي عن طريق أوبر اسمها ليرا جلوتايت هذه هم لتخصيص الوزن حاليا موجودة في السوق من ضمنها تأتي على شكل أوبر فهذه هم لازم عن طريق دكتور ولازم عن طريق وصفة طبية وليس من قبل صيدلي أخذها وللحديث عن موضوع التخصيص بالعقاقير نرحب بضيفتنا في الأستوديو أخصية التغذية الأستاذة ألاء أبو إرشيد أهلا بك أستاذ ألاء أهلا وسألاء كما نوه مشاهدين الكرام إلى أن تلقى مشاركتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف لا تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر وكذلك عبر فيسبوك لايف وأنتم متابعين على موقع التواصل اجتماعي إن كانت لديكم أيات استفسارات بشأن عقارة التخصيص أو ما يتعلق بالحميات الغذائية بشكل عام أرسلوا بها إلينا عبر صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر ليجيبكم عن ليها ضيوف حلقة اليوم من ساعة صباح فتبعون في البداية لو تعرفين عن الأسباب الطبية والسلوكية للسمنة بالنسبة للسمنة طبعا فيه أكتر من سبب ليس بس طبي ليس بس سلوكي ممكن يكون كمان فيه عوامل أخرى كعامل وراسي كعامل بيئية فيه أكتر من سبب بشكل عام أول إيش لازم نفهم شو معنى السمنة السمنة هي عبارة عن مرض أو حالة طبية بتنتج من زيادة عدد السعرات الحرارية المتناولة وعدم الصرف أو قلة الصرف فبيؤدي لزيادة في السعرات فبالتالي بيؤدي لزيادة في الوزن وبالتالي زيادة في الدهون يعني أي سمنة هي مرض؟ الآن السمنة لأنها بتأدي لمرض فتعد هي مرض هي حالة مرضية هي حالة طبية يعني إحنا السمنة لازم نأخذها لنتعامل معها نهي مرض من الأمراض لأنها هي بتأدي للمرض لكنها ليست مرض إلا في حالات محددة يعني لو زادت بشكل معين هي تكون مرض أما هي في الأصل ليست مرض السمنة هي تعد كمرض أو كحالة طبية لأنها تؤدي لزيادة الدهون ولما تؤدي زيادة الدهون أو نسبة الدهون في الجسم هنا تبدأ تطلع الأمراض التي هي المتابوليك ديزيزي التي هي السكر أو السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم عندك الكوليستيرول عندك الضغط فبالتالي تعد السمنة هي مرض من أحد الأمراض التي ذكرناها الآن الآن السمنة ممكن تنتج من حالة مرضية مثلا في عندنا الناس اللي عندهم حساسية من اللاكتوز ما بيكون عندهم أو جسمهم أو جهاز الهضمي أو المعدة ما بتفرز نسبة أو ما بتفرز بتاتا الانزيم اللاكتيز اللي هو مسؤول عن تفتيت سكر الحليب اللي موجود في الحليب فبالتالي هنا فيه بيصير حساسية في الجسم بتكون ردة فعل الجسم منها بتتعامل معه كجسم خارجي فبتصير تهاجمه فبصير فرط في إفراز هيرمون إفراز الهيستيمين كردة فعل الجسم طبعا مع الوقت إفراز الهيستيمين هنا بيؤدي أنه الأوعية الدموية في الجسم يصير في إلها ترشح فبالتالي بتدخل المي فبتزيد نسبة السوائل في الجسم كمان عندك حساسية السيليك ديزيز السيليك ديزيز هي حساسية من نوع معين من البروتين اللي هو الجلوتين اللي هو موجود بالأمح مثلا وأنواعهم مثلا البرغل مثلا المفتول مثلا الفريكة طبعا هي أنواع من أنواع الأمح كمان بتعطي نفس النتيجة اللي هي حساسية بتزيد نسبة الهيستيمين وبزيد نسبة السوائل فبالتالي يؤدي لإحتباس السوائل في الجسم يعني فكرة أن لو أحد الناس يعاني من سمنة ليس فقط من الممكن أن يكون هو السلوك الخاص ربما يكون عنده مشكلة طبية لابد أن يذهب ويقوم بالتحليل بالضبط هذه لدينا كسبب واحد من الأسباب طبعا لما يصير في لنا مثلا الحساسية في الجسم يمكن تؤدي لها مقاومة للإنسولين فبالتالي نحن فتنا بقصة ثانية اللي هي مقاومة الإنسولين الإنسولين هي أن الإنسولين ما عمالها بتفرز نسبة أو البنكرياس ما عمالها بتفرز نسبة كافية من الإنسولين الإنسولين هو بعمل على ضبط السكر كيف؟ بنظم عندنا السكر اللي فايت فيه الدم عن توزيعه للعضل وتوزيعه إذا كان فيه عندنا فائد للكبد كتخزين لما يصير في عندي لخبطة في نسبة الإنسولين اللي يتم إفرازها من البنكرياس هنا رح يقل عملية الأيض فبالتالي رح يقدي لزيادة الوزن لأنه ما في نسبة كافية يتنظم توزيع السكر في الدم فبيزيد عندي نسبة الدهون لأن أي السكريات الزائدة تتحول إلى دهون فبالتالي إحنا فتنا في مرض تاني اللي هو مرض السكر عندك مثلا تفضل يعني دمعنا أن أي شخص يعاني من السمنة عندما يذهب لأي طبيب لابد من البداية أن يقوم بالتحليل حتى يعلم ما هي الأسباب هذا أساسي لأنه ما بنقدر إحنا أنا كخصائي التغذية مثلا ما بقدر أنا أعطي برنامج غزائي بدون ما أعرف الحالة الصحية هل الهرمونات كلها متوازنة هل ما في حساسية من الطعام هذا كله بيأثر على نتيجة أو على التزام المريض أو التزام للشخص بالبرنامج الغزائي وربما هذا أيضا يكون معير جودة لأخصائي التغذية هذا أكيد يعني إحنا بالنهاية بهمنا أن المريض ينزل للوزن لحالة صحية ولغاية في نفسه إن كانت رغبة تجميلية أو كشكل ما تفسيرك لوجود أنواع كثيرة من الحميات يعني الآن أنواع كثيرة بأسماء مختلفة وبطرق مختلفة ما تفسيرك لهذا التنوع أهلا الحمية هاي بدي كمان بدي أصلح هذا المعلوم إحنا بالطريقة العامية أو بالكلام العامي بنحكي أنه هي حمية فإحنا نفكر هي حمية ضبط الوزن أو تنزيل الوزن وهذا طبعا مصطلح عامي بنحكيه بس لا في عنا الحمية هي كل طعام أو كل شراب يتم استهلاكه ما إله خاص إذا كان هاي الحمية مثلا حمية ضبط الوزن أو تنزيل الوزن أو حمية معينة لمرض السكر أو حمية معينة مثلا لتقليل الصوديوم لناس اللي عندهم مشاكل في ارتفاع مثلا في الضغط هلأ تعدد أو الزيادة طبعا في لها عوامل نفسية واوة طب أنا أتصال في البداية محمد من السعودية تفضل محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تفضل والله هذا أسباب السمن الكيك لأن يكثرونها الخميرة في الكيك عسى أن تتفق وإننا نأكلها وتخير تنفق والرز ما يقسلونها لأنه هو يجيب انتفاقات تأكل في دم هذا العمل وتأكل وتنفق ويجيب انتفاقات انتفق حيث تتجرب في القدر ويطرز ويشوف كذا انتفق أنا ما أحدنا صحيح لا تجينا من العمل ولا من الدعم نأكل إدامات خفيفة والنام لكن يجي ويطرد يدادة بالخمس والنام وتتفق وتضرب المهدى وتضرب الشبكات والبالي والواحد يأخذ على قد حكمته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا عليكم سلام شكرا لك محمد شكرا جزيلا ربما محمد يتحدث عن الجزء السلوكي عن أنواع الأطعمة والسلوك التي يترتب على ذلك وأنوا بيأكلوا بينام دائما بس نأكل الوجبة لازم نترك على أقل مدة على أقل إذا كانت الوجبة مثلا غنية بالنشويات نترك مدة تقريبا ثلاث ساعات هذا اللي يتم الهضم لما أنا أكل الوجبة اللي مثلا فيها أنا شويات وأصحى من النوم رح تنتبه أنه لما أصحى من النوم حتى لو قيلوا له رح يكون فيه لكي لأنه مش تهي تأخذ سكريات أكتر لأنه إنت نايم بغض النظر أنه ما في حركة بغض النظر أنه إنت عمالك بتخزن قاعد السكريات على شكل دهون إنت عمالك بتشغل البنكرياس لتفرز إنسولين فعم تفرز إنسولين تفرز إنسولين تصحى من النوم بتكون بيدك تأكل فعشانك بتلاحظ الناس بعد الوجبة الغداء بتليهم اللي بناموا بصحوا بيكونوا جاء بالهم شغلة حلوة لأنه إفراز الإنسولين زاد فطبيعي يحسوا بهذا الشعور هاي من السلوك الخاطئ اللي إحنا دولناها طبعا أنا قليل أشوف ناس مثلا برجعوا على البيت ممكن يناموا يصحوا يتغدوا هذا السبب لشو بيرجع هذا السلوك الصحيح هذا طبعا السلوك الصحيح هذا لنحد شوي أول شي لازم يكون فيه توعية في المنزل نفسه نعم ثاني شغلة فيه وجبات خفيفة يعني أنا ما فيه داعي أروح على الأفطر أروح على الشغل أظلي ماسكي حالي لا وقت الغداء طبعا هذا غلط ما طبيعي أنا أرجع على البيت أكون بدي أكل وحاكل كمية كبيرة لأنه أنا جعانة اللي هي قدامي هاكل بالضبط لأي شي قدامي رح أطر أكل يعني أنا كتير جعانة هاي بالنهاية جسمك يعني إحنا ما بنقدرها كمان الطعام هي نعمة نعم فالوجبات الصغيرة بين الوجبات الرئيسية بتحد من الأمر بتحد وفيه أنواع معينة ما عندك اللوز بيساعد أنه يحد من الجوع أو أنه بيقلل من هرمون الجوع رفض فيها أشياء ممكن تساعد طيب يعني سريعا كيف يختار الشخص الحمية المناسبة لي هل هو الذي يختارها ولا لابد من أخصائي التغذية يحدد له الحمية المناسبة له هلا اختيار الشخص الحمية المناسبة على حسب هو الحمية بدي إياها هل هي لتنزل الوزن أو هل هي لمشكلة صحية أو هل هي التنام مع بعض يعني بيجيوني ناس بيحكوا لي أنا عندي سكر وبيدي أنزل بالوزن وكمان عشان شكلي أو أنا عندي مشكلة في ظهري مثلا عندي ديسك ولأنه طبعا حجم البطن بيشد الفقرات فبالتالي بيصير فيه احتكاك أكتر فبكونوا عشانك بيقولك أنه هو يعد كمرض ويعد جد كمرض لأنه التنين مرتبطين في بعض فعلى حسب مثلا إذا أنا بدي أروح حمي التنزيل الوزن أو ضبط الوزن مع مراعاة الحالة الصحية ما بدي أحكي أنا كله نعتمد على الأخصائي على الأخصائي على الأخصائي لا إحنا كمان بنقدر نقرأ إحنا بإمكاننا نعرف إذا هذا الداية اللي أنا مسكيته هل هو داية صحيح أم لا عندك أول شيء إيه المعايير اللي أقدر أعرف من هناك إذا الضاية صحيحة لازم نمشي عليها أنا مثلا جتني صاحبيتي أعطتني برنامج غزائي قالتلي أنا هذا ضعفت عليه مثلا عاشرة كيلو طب هي ضعفت عليه هل هو أنا لازم أضعف عليه عاشرة كيلو لا لأنه هي عملية الأيض عندها هيها غير عني حركتها غير عني جيناتها غير عني السوليكيات تاعتها غير عني الشروط اللي إحنا ممكن نتبعها أول ما نشوف البرنامج الغزائي هذا البرنامج هل بتضمن خمس وجبات هل فيه فطور غدا عشاء ووجبتين خفيفتين مثلا كل ثلاث ساعات ناخد وجبة هل هذا البرنامج الغزائي موثوق من قبل خبراء تغزية هل هو مبني على أسس علمية شو أسس علمية المعترف فيه من الفود دراج أسوسياشن أو المنظمة العالمية للغذاء والأدوية هو البرنامج الغزائي المتوازن يعني بيحتوي على خمس العناصر الغذائية أو خمس مجموعات الغذائية اللي هي بتتكون من المايكرو نيوتريانس وعندك المايكرو نيوتريانس المايكرو اللي هي بروتين والسكريات والدهون والمايكرو طبعا هي المعادن والفيتامينز هكذا لست لأضمن أنا كصحة كعمليات أيض تكون بتتم بطريقة صحيحة كمان بيحتوي على كمية مي وافية هل هو بيكفيني هل أنت كمية المي اللي أنت بتحتاجها غير عن اللي أنا بحتاجها يعني بيختلف من شخص الآخر طبعا في معادلة صغيرة ممكن نعملها مثلا أي وزن ينقسم على رقم 30 هنا بيطلع كم اللتر لازم الشخص يشربه من الماء يعني لو 60 يشرب كم اللتر تقريبا لترين لترين لتره يقوه 800 طبعا هذا شامل كمان المشروبات مثلا الشربات والفواكه بيكون فيها كمان مي في حالة أنه في رياضة طبعا لازم يكون فيه رياضة هنا بنزود شوي المي لنساعد شوي العضلات ما نلتزب بس بالكمية اللي هي الوزن على 30 على 30 عندك يكون فيها كمان نسبة وافية من الألياف طبعا الألياف هي موجودة بأغلب أكلنا عندنا السلطات موجودة الأوراق الخضرة الفواكه موجودة فبتالي نحن نحس للفواكه والخضرة هلأ تمت كل هاي الشروط هنا منيجي منشوف هل السعرات الحرارية يعني كمية الأكل اللي موجود بهذا البرنامج بتتناسبني أو لا هلأ طبعا هي في معادلة طويلة هاي بتكون طبعا أكتر شغل الأخصائي بس ممكن إحنا نعملها في البيت العملية بتطلع لي ولا شي هي حساب عادي بتطلع لي على حسب العمر الطول للوزن المأساة مثلا بتطلع لي أدي الحرق الداخلي للجسم أقدر أعرف أن الجسم بيحرق أدي أدي عشان أنا أقدر أحدد هذا البرنامج الغذائي ممكن ينصحني بالوزن ممكن يغزيني طبعا بعد ما أعرف أنا البي أم آر أو البيزل متبلكريت أو عملية الأيضة الداخلية بالجسم هنا أنا بدي أشوف الرياضة اللي أنا حعملها طبعا كمان فيه أرقام معينة فيه جدول معين للفيزيكال أكتيفيتي لأقدر أن أحسبها طبعا هنا بالنهاية بنقدر نعرف أدي الجسم أو أنا مثلا على وزني أدي أنا بأخذ سعرات حرارية ومنه نبدأ نقص فهذا البرنامج مكتوب عليه مثلا 1500 سعر حرارية أنا بشوف هل هذا بصبط على عملية الأيضة والفيزيكال أكتيفيتيز اللي أنا عمالي بعملها أو لا إذا بدي أنا أقص بالوزن هنا ببدأ أنا أقص من 500 إلى 1000 سعر حرارية فبالتالي إحنا بنحكي من نص لكيلو جرام بي الأسبوع يعني تقريبا تقريبا لو حابا نتكلم على التخصيص بالعققير متى يلقى الإنسان إلى فكرة استخدام العققير للتخصيص هلأ بالنسبة لأدوية التخصيص ما بدي أحكي أن هي غلط ما بدي أحكي أنه ما بتصبط لا لأنه في أدوية هي مصرحة فيها من الفود الدراج أسوسياجن إحنا ما بنفضلها بس في حالات معينة تستدعي أن أعطيها هاي الأدوية عندك الأشخاص اللي أوزانهم المؤشر كتلة الجسم تحتهم أكتر من 30 شو هو مؤشر كتلة الجسم؟ يتم حسابه بطريقة أنك تتأخذ وزنك بالكيلو جرام وبتقسمها على طول مربع يعني أنا مثلا طولي 64 بربعها بقسم بطلع لي رقم معين طبعا إذا كان هذا الرقم اللي طلع لي أكتر من 30 هذا معناه أنه أنا بديت بالسمنة الأولى أكتر من مثلا 45 هاي السمنة المفرطة هاي بتكون أصعب وأصعب هاي بتكون إلها مشاكل أكتر هاي أول شيء الأشخاص البي أم آي أو مؤشر الكتلة أكتر من 30 عندك الأشخاص إذا كان المؤشر الكتلة مثلا 27 أو 30 وفي عندهم مشاكل صحية أو في عوامل وراسية في العيلة هنا ممكن أنا أحتاج أدوية تساعد الأشخاص اللي حاولوا كتير ينزلوا بالوزن وبيعملوا رياضة كتير وما عم بلاقوا نتيجة أول إلادتهم شوي ضعيفة مع العوامل اللي ذكرتها قبل شوي هذولة إحنا ممكن نعطيهم أدوية طبعا مو أي أدوية الدول بالنهاية لازم يكون الدكتور هو اللي كاتبوله مصرح فيها من الـ FDA ما تتأخذ عشوائيا الأخصائي ممكن يعطي مكملات غذائية ممكن يعطي أعشاب بس كمان ممكن تضر على فكرة الأعشاب ممكن تضروا فيه طبعا كتير فيه ناس صبتهم مشاكل بسبب الأعشاب بس هو مغري يعني موضوع العقير مغري بذات لو تكلمنا على أن هناك أدوية خاصة بحرق الدهون هناك أدوية خاصة بتقليل الأشهية وهناك من يرى أن هناك يعطي نتائج عاجلة وآنية وسريعة فهو مغري بشكل أو بآخر يعني فكيف يتعامل الإنسان مع فكرة الإغراء الخاص بهذه الأدوية أول شيء التوعية هلأ أول ما نرى أنه إحنا مكتوب مثلا على الدواء اللي هو العققير التخصيص مكتوب عليها مثلا أنه إنزل 15 كيلو مثلا بشهر أو الدواء السحري أو 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 هاي مستحيلة تكون مصرح فيها من الـ FDA مش بهذه الطريقة بتنحط ده كثير من القنوات الآن تزيع عدد كبير من العققير يقول ده يسد الشهية العققير ده ويأتي بنموذج لشخص قم بالفعل هاي استغلال الميديا بطريقة سيئة مو بس كتلفاز في عندك السوشال ميديا للأسف يعني إحنا هنا في البلد عنا كثير رقابة على هذا الموضوع بس على السوشال ميديا ما في رقابة يعني أنت افتح أي بدون ذكر يعني نوع سوشال ميديا بس افتح أي سوشال ميديا بتلاقي فيها ناس أدوية أنا أول مرة بشوفها طيب هاي الأدوية طبعا في منهم بتدعو أنه هي أبروفد بكونوا حطين مثلا أنه هي مكمل غذائي أو بكونوا كتبين أشياء غلط ما بتكون صح مع أنه الاف دي اي هي غير مسؤولة عن المكملات الغذائية الاف دي اي هي مسؤولة عن أي شي درقز أدوية غير مسؤولة هاي مثلا ممكن إحنا نقدر ننتبه لها كمان اللي بتكون تنباع بالتلفزيون بتكون تنباع بالسوشال ميديا ما بيكون ما بنكون عارفين شجوة مكوناتها على فكرة في كتير أدوية كشفتها الاف دي اي فيها مواد داخل محطوط هي مكملات غذائية بس محطوط فيها بعد ما حللوها بالمختبر تشرفوا أن فيها مواد اللي هي مثلا بتسد الشهيل اللي هي بتلعب بالأعصاب اللي هي ممكن تكون بتعمل الإسهال فيه كتير أشياء بتعملها وهم عادين بيرضوها وبيبقوها للناس أنا كمستخدم أو أريد استخدام هذه الأدوية كيف أتأكد أن هذه الأدوية أدوية صحيحة وأدوية بالفعل كما مكتوب عليها ومفيدة لي في موضوع تخصيص الوزن هلا ما في أنت تأخذ دولة حالك هي أول شيء ولا حتى مكمل غذائية ولا حتى فيتامين ما في داعي نأخذ فيتامين إذا أمورك أنت تمام ذات سواء إحنا منحكي زي ما أنت حكيت أنه أول شيء لازم نعمل تحليل آه نتطمن حتى الحديد مثلا نتطمن نتطمن على الفيتامين نتطمن على الفيتامين دي هاي كجزء كأخصائية تغذية عندك المرء اللي بتقدر تأخذ فيها الدولة لما أنت تكون حاولت أكتر من مرة نزول وزن ما عم تقدر نفسيتك ممساعدتك وتظهر في عندك مشاكل هنا بتروح عند الدكتور هنا الدكتور أو الطبيب ممكن يوصف لك نوع معين من الدواء يعني أنت تحت إشرافه لأنه أنت ما بتقدر تفتح بالأدوية هذه نقطة مهمة لذلك التعرف أكثر على الأثار الصحية للأدوية التقسيس ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عجاج استشاري طب الأمراض الباطنة أهلا بك دكتور أحمد أهلا بك دكتور أحمد في البداية فكرة الوسائل الطبية هل هناك وسائل طبية كعققير أو إبر يتم أخذها لتخفيض الوزن قبل الحديث عن الأدوية والعلاجات المختلفة للبدانة لابد من التأكيد عن نقطة جوهرية هنا حول البدانة هناك خلل كبير على مستوى العالم في فهم البدانة وهذا الخلل يقوم على مدى أن البدانة هي مرض في الحقيقة في غالبية في بعض الحالات البدانة ليست مرض بحد ذاتها رغم أنها ينتج عنها عدد هائل من الأمراض البدانة بشكل مختصر هي أسلوب حياة هو نمط حياة بالإضافة لبعض العوامل الجانبية كالعوامل الجينية والعوامل النفسية ولكن أساساً البدانة هي نمط حياة يقوم على مبدأين أساسيين المبدأ الأول هو نمط حياة خامل قليل الحركة والعمود الثاني هو نظام غذائي سيء سواء كان كما أو كيفا لماذا تفشل غالبية وسائل وعلاجات على المدى البعيد في التخلص من الوزن سواء كانت حميات التي تجاوز عددها 170 حميات على مستوى العالم أو العقاقير أو الأدوية أو حتى الجراءات الجراحية على المدى المتوفرصة والبعيد غالبية هذه الجراءات تفشل في التخلص من الوزن لماذا؟ لأنه ببساطة تعامل مع البدانة كمرض له علاج دواعي أو جراحي يعطى لفترة من الزمن ماذا يحصل؟ البدين يتبع الحمية القاسية أو يأخذ العلاج الدواعي أو يقوم بالإجراءات الجراحي يؤدي ذلك لأنقاص الوزن على المدى القريب لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ هو لا يستطيع أن يتابع المدى البعيد فيأتي إلى نمط حياته السابق يؤدي إلى زيارة الوزن من جديد ويؤدي إلى فشل نفسه والدخول في حلقة مفرغة هذه المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالبدانة طبعا الإجراءات العلاجية التي تتعامل مع البدانة تقسم لثلاث مجموعات رئيسية هي الأسلوب الطبيعي أو النظام الذي يقوم على الحميات النظام الغذائي يعني تعديل نمط الحياة والثاني هو العقاقير والثالث هو الإجراءات الجراحية وما شابه فيما يخص العقاقير دكتور أحمد هناك كثير من العلاجات مطروحة في الصيدليات عن حرق الدهود أو تقليل الشهية هل الأمر متاح لأي شخص أن يذهب إلى الصيدلية وشراء مثل هذه العقاقير واستخدامها بشكل شخصي لا طبعا العقاقير عموما ممكن نذكر مجموعة من العقاقير مع بعض الأثار الجانبية التعلق بها العقاقير توصل عن طريق الأطباء طبعا هناك استثناءات قليلة جدا هناك استثناء فقط للأدوية التي تأخذ يعني يمكن أن أخذها من الصيدلية وطبعا الأدوية التي تأخذ من الصيدليات هي إلى مجموعتين المجموعة الأولى هي الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة ومنها وأشهرها طبعا هو الاستثناء الوحيد حقيقة دواء اسمه أو الاسم التجاري هذا الدواء مصرح من ويستخدم يمكن أن يباع بدون وصفة أوبر دي كاونتر والمجموعة الثانية هي العلاجات البديلة أو الطب العشبي أو ما يشابه طبعا هناك كلام كثير حوله هذه المجموعتين الوحيدات فقط وطبعا عموما لا ينصح أي شخص يريد أن يتناول أي عقار عقار فات بيرنر دكتور أحمد عقار فات بيرنر ده منتشر بشكل كبير في الصيدليات من شأنه إحنا ممكن نذكر بقى مجموعة الأدوية المستخدمة سواء كان المرخصة كنظامية من الـ FDA أو الأدوية الأخرى التي ممنوعة أو حضرة هناك طيف واسع من الأدوية التي تحب نذكرها بالتفصيل مع أثارها الجانبية نعم الدواء الأول والأشهر واللورليستات وهو دواء نسبيا عامل لكن له أثار جانبية منها الإسهال الدهني الغازات والألام البطنية وقد يؤدي لها ضرر كبدي في دواء آخر اسمه اللوركا سيرين هذا مصبت للشهية ولكن له اضطرابات خاصة في الجرعات العالية يؤدي للأضطرابات نفسية مثل الأهلاس في دواءين تمسحبهم من الأسواق مثل هم السيبوترامين وهذه يؤدي لإحتشاءات في عضلة القلب وارتفاع في الضغط والدواء الثاني اسمه الريمونابات هذا سحب من الأسواق بسبب أثاره النفسية الخطيرة من الأدوية التي تستخدم في البدانة دواء اسمه الميتفورمين وهو من أدوية السكر وهذا الدواء نسبيا أعمى يؤدي لتخفيض الوزن الخفيف يؤدي لأضطرابات هضمية وفي حالات نادرة قد يؤدي لحماق لبني طيب دكتور هناك عقار هو خاص بمرضى السكر اسمه فيكتوزي ويتم استخدامه هذا سكنت أذكره مباشرة مجموعة الأدوية الثانية تستخدم في علاج السكر هي مثيلات الجي البي وان وهناك اسمين شهيرات واحد اسمه الأول الورغلوتايد والثاني الكزينتايد هذولا مصرحات أيضا من الاف دي اي كحقن تحت الجلد تعطى يوميا لفترة أدة أشهر لإنقاص الوزن وهذه هي تنجح في إنقاص الوزن بشكل متوسط حتى شديد يعني ممكن إنقاص وزن أكثر من 5% من وزن الجسم أو حتى 10% فهذه الأدوية أيضا فعالة ولكن تعطى من خلال الطبيب وحفرا من خلال الطبيب لها بعض الآثار الجانبية مثل الغسيانات والإقياءات وممكن تطلب طرابات كابيدية طرابات في المنكرياس عند بعض العوائل اللي عندهم استعداد لطراطان الغدادرقية يمكن أن تحب نوع خاص من طراطان الغدادرقية نعم طب دكتور رحمد متى نعم دكتور رحمد متى يعني تصف عندك طبيب مثل هذه العقاقير للمرضى استخدام العقاقير عموما أنا شخصيا أفضل دائما التعامل مع البدانة كنمط حياة وأعتقد أن نتعديل نمط الحياة بنسبة 90% من الحالات قادرة على ضبط الوزن على المدى البعيد وأنا لا أنصح عموما في استخدام الأدوية ولكن عموما الأدوية والعقاقير تستخدم في عدة حالات منها الحال الأولى فشل الإجراءات المحافظة أي الحمية أو الرياضة في إنقاص الوزن أو الحفاظ على نقص الوزن الذي حصل هذا أحد الأسباب ثاني عند وجود أمراض تتعارض مع تمنع الحمية أو تمنع الرياضة مثل مرضى السكرية أو مرضى الرياتين أو مرضى المفاصل أو العظام المريض غير قادر على القيام بالرياضة أو حمية ولذلك هذه أحد الأسبابات البدانة الشديدة المتوسطة والشديدة يمكن أن يعطى فيها البديماثين ديكس أكثر من 30 وأكثر من 40 حتى يمكن أن نستخدم الأدوية وأحيانا رغبة المريض هذه من الحالات التي يمكن أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار دكتور هل هناك حالات مرضية يمنع عنها منعا باتا استخدام مثل هذه العقاقير؟ طبعا هناك مجموعة من الحالات المرضية يمنع منها منع باتا أو مضاد استطباع باستخدام العقاقير المخفضة الوزن من هذه الحالات أن يوجد هناك تاريخ مرضي لنشبة دماغية متعلقة بارتفاع الضغط الدموي أو أن يكون لدى الشخص تاريخ مرضي لأمراض نقص التروية القلبية أو أن يكون لديه مرض يسمى الزرق أو الغلوكومة مرض مغلق الزاوية خاصة الغلوكومة مغلق الزاوية في العين أو أن يكون لديه ارتفاع في التوتر الشرياني أو ارتفاع في الضغط غير مسيطر عليه بالأدوية أن يكون لديه الشخص تاريخ اضطرابات نفسية أو أمراض نفسية غير معالجة مثل البيبولر ثناء القطب أو السكيزوفرينة أو الفصام أن يكون لديه الشخص قصور كلوي أو مرأة أو تدهور في وظائف الكلية أن يكون لديه الشخص قصة سابقة لإدمان دوائي أو حتى إذن كان الآن لديه قصة إدمان حالية يمنع أعطاه هذه الأدوية هناك من المضادات الصباب أيضا أن يكون الشخص يتناول أدوية نفسية معينة مثل مصبتات الماو أو الأدوية التي تعالج متلازمة فرط الحركة ونقص النشاط مثل الريتالين الحوامل والمرضعات واللواثي يخططنا للحمل أيضا يمنوع منع قطع استخدام هذه الأدوية أن يكون هناك حساسية دوائية لأي من هذه الأدوية أن يكون هذا الشخص أحد من أحد الأمراض الباطنية الحادة الآن هذا أيضا سبب آخر لمنع استخدام هذه الأدوية أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد عجاج استشاري طب الأمراض الباطنة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أستاذ ألأ واضح من كلام حضر الكلمة الدكتور أن هذه العقير لابد من وجود إشراف طبي بشكل مباشر على استخدامها هناك بعض الأشخاص لديهم مناسبة عائلية لديهم حدث اجتماعي فيريد تخفيض الوزن سريعا قبل هذه المناسبة فيلجأ إلى عققي رأيك في هذا الأمر؟ مي بالمي ضد هذا الموضوع لأنه لما يصير فيه مثلا مناسبة قبل أسبوع أنا بدي أضعف ممكن أضعف ما هو يعني هيك أنا حطر أتجه يا أما للدواء بسد الشهية فهذا يعني أضراره جدا سيئة هيبعدنا عنها يا أما هروح لال الدايتس اللي هي أقل من 800 سعر أحرارية هيك عشان ينزل الوزن عشان أنا أشوف رقم نازل بالميزان طب هذا اللي نزلته هل هو دهون؟ هل هو سوائل؟ هل هو عضل؟ هون السؤال ما في نزول سريع ما بدي أقول لك ما في نزول سريع بيكون دهون ممكن يكون فيه دهون بس مو بالطريقة هاي مو بالمدة هاي لازم يكون كمان في يعني ما بقدر أنا دغل أن نزل مثلا السعرات أو نص الكمية الأكل فجأة شيلها على الشخص عشان ينزل كيلو عادي هي صفت بالنهاية ثقة بالنفس أكتر يعني ثقة بالنفس بس مثلا إذا فيه عندي مناسبة بعد شهرين ثلاثة شهر مو غلط فيه عندي وقت أنه أنا أساعد المريض أو أساعد الشخص أنه ننزل الوزن السؤال عن التوقيت مهم لكن دعنا نخرج إلى فاصل قصير مشاهدين للكرام ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم جديد وحديثنا متواصل في حلقة اليوم مع مزايا وأضرار التخزيص بالعققير وأرحم جدا بضيفتنا في الستوديو أخصائيات التخزيص أستاذ ألاء أبو إرشيد أهلا بكم أستاذ ألاء قبل الفصل أخونا نتحدث عن فكرة التوقيت يعني كثير من الناس يفكرون في تخفيض الوزن بشكل سريع في أقل من شهر يريد أن ينزل عشرة كيلو مثلا هل هناك الخطة المتعلقة بالتخفيض ليه علاقة بالوقت الزمني؟ طبعا أول شيء لازم تكون مفهمين الشخص أو اللي بدي ينزل بالوزن الوزن الطبيعي اللي ممكن ينزله هو من نص كيلو لكيلو بالأسبوع إحنا قدلنا تقريبا من 500 لألف سعر حرارية يوميا كيف هيك؟ هلأ كل تقريبا 7000 سعر حرارية هاي بتقدي لنزول تقريبا كيلو من الدهون يعني أقصى مدى أربعة كيلو في الشهر مثلا مثلا هلأ طبعا بيعتمد إذا فيه عم بلعب رياضة أكتر في الحرق يكون أكثر حيحرق أكتر لأنه عنا عدين منحرك العضلة أكتر فبصير النزول أكتر من هيك إذا بيأخذ أدوية بتساعده أكتر عم بيعطي طاقة أكتر فيه كمان بس هو بصورة بشكل عام الصورة الطبيعية ألشي أربعة كيلو احنا منحكي من خمسمية لألف سعر حرارية يوميا هيك برنامج غزائي ممكن يتبعها الشخص أو برنامج غزائي ممكن يتبعها طبعا طريقة صحيحة اللي بتبعها الأخصائي مع الأشخاص اللي بدهم ينزلوا بالوزن لازم نحط في بالنا أنه النزول البطيء بضمن لي أنا استمرارية الفكرة بنزول الوزن مو أني أنا أقص عشر كيلو عشرين كيلو فكرة عادي ممكن نبطل ناكل بننزل بالوزن بس هل أنا عمالي بنزل بصورة صحيحة؟ هل أنا عمالي بنزل بصورة ما أقذي عضلات جسمي أو ما أقذي أعضاء جسمي؟ هاي الأسئلة اللي إحنا لازم نسألها قبل ما إحنا نفكر أن أنا بدي أنزل سبعة كيلو ولا عشر كيلو هل جسمي بيتحمل؟ هل أنا عم بأخذ مكملات غزائية كافية؟ هل صار في عندي مثلا؟ دروب الفيتاميز لأنه الديتس الغلط اللي بتخليك تنزل بطريقة غلطة هاي بيكون أنت عم تفقد وزن بس عم تفقد أشياء تانية فقادة فيتاميز فقادة معادن أنت عم تفقد تركيزك أنت ما عم تقدر تنام عم تاخد أدوية غلط ممكن يأثر على نوضات قلبك ممكن يأثر عندك هاتضغط ممكن إذا في عندنا بالعيلة مشاكل رح تظهر هاي المشاكل وانت بأمر أصغر في بعض أنا أعرف صديقي قام بتخفيض الوزن بدأت تظهر عليه أثر سلبية على ظهر وظهر مشاكل في العمود الفقري هل له علاقة بأسلوب التخفيض الوزن أم له علاقة بماذا عندما كان سمين لم يشتكي من ظهري لكن بعد أن خفض وزنه بمعدل معين بدأ يشعر أن هناك مشاكل خاصة بالعمود الفقري الأصل أنه لما نقلل الوزن إذا فيه مشاكل بالعمود الفقري اتقل بس في حالته هو يمكن نقص بطريقة غلط يمكن الأخصائي أو ما بعرف كيف البرنامج اللي كان ماشي عليه كان قليل جدا بالكالسيوم ونحن عارفين أن الجسم ما بقل امتصاص الكالسيوم بعد عمره مثلا 30 أو مثلا ما عماله بياكل وعنده المخزون تاع الكالسيوم في جسمه أصلا كان قليل فبالتالي بدأت تظهر علامات مثلا اللي هي يأزي للإعظام أو صار في عنده دروب أكتر بفيتامين دي اللي هو كمان مسؤول عرفت فيه أكتر فعشان إحنا بنحكي البرنامج الغذائي لتخفيض الوزن أو لضبط الوزن هذا مو معناه أنه أنا أنزل كيلو جرامز ومو معناه فقط أن أنا أنزل دهون لا أنا لازم أتطلع هل هو كامل هل هو بيحتبع كل شيء هل مثلا الخضار والفواكه موجود بكل الوجبات مثلا نتوقف الآن الإجابة على بعض الأسئلة التي وردتنا عبر صفحات الجزيرة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأها من سؤال هدى إسحاق الذي تقول فيه عمري 32 عام طولي 166 سنتيمتر ووزني حاليا 92 كيلو جرام تناولت عقار أولستيت لتخفيض الوزن لمدة شهرين وبالفعل نزل وزني كثيرا لكن بعد أن توقفت عن تناول هذا العقار زاد وزني أكثر من قبل تناوله ما سبب علما أني توقفت عن تناوله لأنه كان يصيبني بالدوار ماذا تقولي اللي هو هلأ العقار الدواء أولستيت أول متعرف فيه اللي هو الزينيكال بيشتغل على تثبيت أنزيم اللايبيز اللي هو موجود بالأمعاء يعني أنزيم اللايبيز شو بيعمل هو بفتت الدهون وبيحولها لتقريبا كوليسترول أو تراغليس رايتس أو بيحولها للتنين الأولستيت فكرته أنه هو بوقف إفراز هذا الإنزيم لما يوقف إفراز هذا الإنزيم بيطلع مع الفيزز طبعا هاي لما تكون الوجبة فيها دهون بيشيل النسبة تقريبا 30% فقط هلأ هي إذا ما كان فيه الوجبة فيها دهون على فكرة ما فيه منه فايدة بس لودع الجسم على الفاضي يعني هو شغال على الدهون بس بنزل من الوجبة اللي أنت عم تقولها من الدهون اللي بالوجبة 30% فقط طبعا فيه إلو أعراض وفيه إلها ممنوعات هي بالفعل عسد بالدوار هي بطلت ولأنها كنت تحس بالدوار بالضبط هلأ هي شو اللي صار معها يمكن هون ممكن فقدت سوائل لأنه هي لأنه الفكرة تعتقد أرليست أنه هو عم بيطلع كل الدهون وبيطلع معها كمان سوائل من الجسم ممكن هون صار فيه عندها دروب بالأملاح أو بالفايتامينز بجسمها ممكن هي تبعت معه نظام غذائي غلط ممكن هي ركزت مثلا على البروتينات على الدهون ونسأت أنه فيه خضرة كمان عندك الأورلستات الأورلستات شو بيعمل لما الفات صولي بالفايتامينز تلك الفايتامينز تتكون من فئة لها مكونين أو فئة لها جزئين يا أما اللي بتدوب في المي أو في اللي بتدوب بالدهون اللي بتدوب بالدهون اللي هي اللي هي نحن نحكي لها أدك اللي هي لما ما يكون فيه عندي نسبة دهون كافية بالجسم أو بالوجب الجسم ما بقدر يمتص هاي الفايتامينز فممكن عشان هي كتعبت هاي الجزء الأول من سؤالها عندك جزء الثاني بتحكي أنا رجعت زد يوزنا زد طبعا بدي يزيد هلأ أي كمية أكل إحنا بنكلها أكتر من اللي إحنا بنصرفه بدي يزيد هلأ كتير مهمة هاي النقطة لما نمشي على الأدوية الرئيسي هو البرنامج الغذائي العوامل المساعدة هي عمل الرياضة طبعا لا أزيد أنا حرق الدهون وعندك الدواء كعامل مساعد لأساعد الجسم أكتر يعني فكرة أن الإنسان يأكل كما يريد وإسماء أخوز الإعلام بدي يرجع للموزن الأديم اللي صار معها هي هي وقفت الدواء وما التزمت على برنامج غذائي بعدين فرجعت لكمية الأكل اللي كانت تأخذها قبل وهي مثلا وزن همية اللي متعودة عليها اللي متعودة عليها زمان ليه ما كان فيه تغيير لطريقة التفكير ما كان فيه بعدين كمان النزول هذا السريع ما بخلي الواحد يستوعب إنه كمية البورشن اللي هو كان يأكلها عمالها بتقل كمان الجسم النفسي بدها وقت ما بقلل أنا فجأة يلا بطلت بدي أخل ربع الصحن ما بزبط يعني إحنا نكون واقعيين بالنهاية فكرة تغفيل مدى طويل تغيير نظام الحق بطريقة بطيئة فيه فكرة بكلمة بطيئ عشان الواحد يستوعب عشان يكون عماله بنزل بصورة طبيعية وبدون ما يتعب طبعا إذا بننزل أكتر من أربعة كيلو مثلا في الشهر ممكن أنا أدمج المكملات الغذائية اللي هي الفيتاميز لأساعد الجسم أكتر لأحافظ على الجسم لأحافظ على عمليات الأيد للجسم لازم يكون فيه رقابة دائما ما بيصير هيك أنا لحالي أروح أاخد هذا الديت أو أمشي على الديت اللي هي للأسف في أسئلة أخرى ننتقل الإجابة على سؤال آخر وردنا من عزازي يسأل فيه بيقول أنا رجل في مرحلة الأربعينات أعاني من زيادة مفرطة في الوزن سببت لي مرض السكري فيما بعد أرجو أن ترشدوني على أفضل طريقة لتخسيس الوزن تناسب حالتي المرضية وعمري هو في الأربعينات وأصيب بالسكري ولديه زيادة مفرطة بماذا تنصحي أول شي طبعا لازم يروح يشوف الدكتور الدكتور رح يشوف مثلا طبيب الغدد رح يحدد نسبة السكر الموجودة عنده في الدم رح يشوف إذا فيه عوامل وراسية يعرف إذا فيه مثلا أدوية تانية عماله بيأخذها على أساسها بيقدر يحدد إذا ممكن يأخذ دواء هاي أول شغلة في حالته هو السكر نتج لأنه فيه عندي فيه سمنة فيه وزن زايد أو فيه كمية زايدة من الدهون فبالتالي صار في عندي مقاومة للإنسولين الزيادة السكر في الدم منتج مقاومة للإنسولين وكمان ممكن يكون خلل في البنكرياس نفسه يعني عن الجهتين ما بقدر أنا أحكي الأكل بس لأنه ممكن يكون البنكرياس نفسها اللي صار معه أنه فيه عنده مثلا عوامل وراسية في العيلة وكان فيه عنده نسبة وراسة ما ما هتم بموضوع المحافظة على الوزن أو ضبط الدهون في الجسم فراح تبينت لأنه زادت كمية السكر في الدم صحيح ما زايف حلوه الآن أهلا بالنسبة له اللي أنا حكيت أول شيء يجب أن يشوف الدكتور الدكتور هنا بشوف نسبة السكر أو مستوى السكر اللي موجود عنده في المخزون اللي موجود عنده في الدم على الأساس بقدر يبدأ يحدد العلاج هنا ممكن يبدأ يعطيه مثلا متفورمن ممكن يبدأ يعطيه منظم السكر اللي هي أدوية السكر هلأ أدوية السكر هي عشان تسهل شوي مو معناها أنا أخذها يعني خلاص أنا أفرط بالأكل لا لازم يكون معه برنامج غزائي مدروس لتنزيل الوزن من الدهون والدواء كعامل مساعد وما يتم إفراط بالدواء حتى إذا بنقدر كمان نحاول نزل الوزن إجابات سريعة الإغرافية لضيق الوقت والكثرة الأسئلة أما مرسي فإن له رأي في مسألة الحميات الغذائية بشكل عام يظهر في تعليقه الذي أرسله إلينا ويقول فيه لم يكن أهالينا يتبعون نظاما غذائيا ولا حميات ولا يذهبون إلى مراكز الرياضة ومع ذلك كانت صحتهم وليقتهم أفضل من الأجيال الحالية ألف مرة أعتقد أن الحميات الغذائية هو هوس وموضة تتحول أحيانا إلى تجارة زمان نحكي قبل مثلا 30 سنة الحياة كمان كانت غير كان فيها حركة أكثر فيها كان فيها حركة ما فيه اعتماد على التكنولوجيا ما فيه اعتماد على السيارات ما فيه اعتماد على المواصلات كان يعني الدنيا كانت أبسط شوي حتى الخضروات كانت أنضف فهي هي سبب من الأسباب نعم ومن ناحيتها بعثت أميرة بسؤال تقول فيه أتناول عقار الكليم بيترول منذ أكثر من خمسة أشهر وحتى اللحظة لا أشعر بأي تقدم ولم يتم تغيير وزني كما أنه منذ أن بدأت في تناوله أشعر بعرض دوار وصداع وأحيانا قلة تركيز بماذا تنصحوني؟ مثلا الكليم بيترول ما بيصير يتأخذ هي أول شغلة لازم يتأخذ بوسط إشرف طبيب لازم ما بيتأخذ هي أول لا هيك أنا بحكي أنه ما بيصير تأخذه أدوية عندك هم أصلا ما نعمل لتنزيل الوزن هو نعمل لتوسيع الشعب الهوائي للناس لديهم مشاكل بالرئة هي راحت أخذته طب ما أكيد فيه إله أوكي حتى لو آمن لو أخذته بيدوز مثلا معين طب وبعدين هذا اللي صار هلأ في حالتها هي شو صار معها هي أوكي هي وإزنها لم تحفظ وإزنها ودوار وصداع يعني أثر كان بي أكثر منه شيء جابي مو شرط كل أدوية التنحيف كانت بتسد شهية أو بترفع عملية الأيد أو فيها نسبة كافيين عالية أو مثلا بتسد إنزيم اللايبيز أو مثلا ألياف مو شرط كلها يتفيد الناس مو شرط لذلك إشرفت طبيب شيء مو ممكن يكون عندها خلل تاني فما أعطى نتيجة هذا الدواء صحيح أيضا العديد من الأسئلة والتعليقات حول تخسيس الوزن والحماية الغزائية وردتنا عبر صفحتين الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر نتابع جانبا منها قبل أن نعود للتعليق والإجابة عليها مع ضيفة حلقة اليوم من ساعة صباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيدة أليك طبعا التعليقات كثيرة لكن لو تعليقات سريعة على هذه التعليقات عندك فيه واحدة كتبت أن الموضوع بسيط أكل تمر الصبح وأفضل على تمر وأتغدى وتغددك في المساء والحلويات أبعد عن الكيك والحلويات صحيا أنا صحيا لازم أبعد عن خمس أشياء هيك صحيا لقدر بالي على صحتي أنا منيحة ممالي شيء ما عندي مشاكل صحية أبعد عن خمس أشياء خمس أشياء أول واحدة نحاول قد ما نقدر نبعد عن الملح لأن الأكل أصلا الأوراق الخضرة مثلا فيها أورادي ملح فيها صوديوم أبعد عن السكر والملح دائما هاي دائما بحكيها نبعد عن التوكولت وعن التشيبس نبعد عن الجنك فود والمقالي اللي هي الزيوت المهدرج عندك كمان بالنسبة للمي لازم نشرب المي دائما قبل الفطر والغضاء والعشاء لأنه ممكن الشعور اللي انت حسس فيه مو شعور جوع شعور بقدي مياه على حصل طمعا للوزن قبل الفطر والغضاء والعشاء مو أقل من كستين على حسب كمان المعدة وحجمها ممكن كاسلة كستين خلينا نحكي هاي في حالة ما كان في عندي مشاكل بالمعدة اللي هو المي ما بصير أنا أشربها أول ممكن أخلي نص ساعة هي اللي عم تعمل اللي هي عم تدير بالها على صحتها مو شرط تنزل بالوزن ممكن أنا الصبح أفضل على سبع تمرات لأصحية التمر فيها كتير فيتاميز فيها كتير معادن فيها مفيدة جدا بس ما هي مليئة بالسعرات بنهاية لما بدي أنا أنزل بالوزن بدي أفكر كيف أكون صحية ومراعاة السعرات الحارية وإحتياجاتها نتوقف الآن مع أبرز المعلومات والنصائح عن تخسيس الوزن بالعققير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن توجريها لمتابعين عبر فكرة التخسيس بالعققير التخسيس بالعققير هنا نحكي فكرة التخسيس بدون العققير نخليها هي إذا كتير اضطر التخسيس بشكل عام أول شي لازم نفكر بطريقة صحية هاي أول نقطة نفكر فيها طريقة صحية كيف إحنا ناكل أكلنا ما يكون مثلا معلب ما يكون مثلا المقالي ما ناخد بروسسد فود اللي هي مثلا المرتدلة اللانشن هاي نبعد عنها هاي نفكر كيف إحنا نكون صحيا نبعد عن المشاكل الصحية والسرطانات والأمراض عندك النقطة الثانية الأدوية ما من الجائلها لحالنا الأدوية مو موجودة الأدوية موجودة بس بوجود الدكتور هذا اللازم نفكر فيه يعني فكرة لو أحد الناس استخدم الأدوية وقام بالتخسيس وأذهب إليها أسأله أقولوا ما هو الدواء أخذ دواء ده أمر مرفوض لابد من رقابة طبية بالضبط ومو غلط إحنا كمان نعرف مو غلط إنه ممكن يتعرض الواحد ممكن الواحد هو مغري كمان طعا شفت مثلا زحبته نحفت على سبعة كيلو مثلا في دواء معين طب المواد الفعالة فيها بكل سهولة بتتأخذ على الـ FDA على موقع الـ FDA ممكن نكتبها نعرف هل هي أعراضها هل بتثبط معي كمان إحنا لازم نسقف حالنا في النهاية إحنا بنحكي أوكي نلجأ للدكتور بس كمان إحنا بإمكاننا نعرف الموضوع جدا بسيط التكنولوجيا تغيرت الميديا أبسط من ما إحنا بنتخيله عندك أول شيء كيف نكون صحيا كيف نتناول سعرات حرارية إذا بدنا نحافظ على الوزن لازم تكون السعرات الحرارية هي نفسها المصروفة يعني إحنا بنحرقها إن كانت عملية أيض أو إن كانت مثلا بالرياضة التنتين هي بنهاية حرق إذا بدنا نغير اللايف ستايل حياتنا أو لنزول الوزن لسباته خلينا نحكي تقريبا لنسبة الوزن 150 دقيقة مثلا رياضة بالأسبوع 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 150 دقيقة يعني أنت بتقسمها لسبعتين مع ما خمسين ما دلشي برجع لك عندك الطريقة الثانية ممكن أنا أحكي لا يقل عن 300 دقيقة بالأسبوع هنا عشان أنا أقدر أحرق دهون هيك تنزيل الوزن ما ننسى المي المي هي بتساعد على تنظيف الجسم قبل من أنها تساعد المي ما بتنزل الوزن المي بتنظف الجسم من السموم فقط مش أكتر السعرات الحرارية فيها إحنا بنحكي هي صفر بغض النظر نية أظن فيها سعر أو سعرتين بس المي لازم تنشرب كثير في ناس عندهم مشكلة بالمي بيقرفوا من المي عادي بإمكاننا نحط نعنع بإمكاننا نحط ليمون بإمكاننا نعملها كعصير أو ديتوكس ووتر فيه طرق ممكن ناخد الشربات أكتر ممكن ناخد الفواكه اللي فيها مي أكتر مثلا البطيخ مثلا البرتقال عندك فيه نصيحة كتير مهمة تضل بالنسبة للأدوية صار بعيد الشر أنه هي انغرت بهذا الدواء وأخذته لازم تحط بعين الإعتبار أنه هذا الدواء اللي وصلها واللي بدت تاخده قد ليس تعرف الجرعة تاعته وأنه الجرعة اللي عمالها بتاخدها ما تكون جرعة عالية بلا ما يصير فيه كآب ويصير فيه انتحار ويصير فيه فشل كله ويصير فيه كيلة أنت حرك قلت تنزب الف دي اي أول إيش بدها تشيك على المنظمة الأمريكية الأخذية بس ممكن ما بتعرف ممكن هي ما خلاص عرفت ما لا شافت ولا بتصير أول شي طبعا لازم تروح تشيك تشوف أتليس نعرف شو أضراره هل هو أبروفد ولا مش أبروفد حتى لو أبروفد مش كل الأدوية ما أبروفد أنا مصرح أخذها نعم لازم اللي الدكتور نعم أشكرك شكرا جزيلا بهذا ينتهي اللي قال يوم من ساعة صباح نشكر ضيفاتنا في الأستوديو أخصية التغذية الأستاذة ألاء أبو إرشيد شكرا جزيلا لها كما نشكركم مشاهدين لطيب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة